السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة وكنتمنى من الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله غدين قطار حاليكم هاد الحريشات هادو مشكلات كي يجيو من آدت وأروع ما يكون كي يجيو هشاش كيدوه وبوف البم والمكوينة دي لهم جيد بسيطة إن شاء الله تجربوهم بالصحة والراحة وإلى عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم سباطة جو مع الأهل والأحباب باش عم فائدة ما تنسونيش من يجيو للتشجيع جزاكم الله خيرا ما غداش نطول عليكم هادو خليكم على المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله عندي فضلا فادي غادي نحتاج مرعقة كبيرة تكون ممسوحة دي الخميرة حبيبات غادي ندفع ليها كاس وربع دي اللماء العبار بالكاس دي اللي عمبا الماء بارد من الروبيني هنا يا دفتغر كاس وما زال غادي نضيف واحد اربع كاس دي اللماء وضروري ما نحركو هاد الخميرة هادي باش تدوب لنا ما تخويوش على غير المسافة وتخليوها ضروري تحركو حيس إذا ما حركتوش را غادي تبقى بحلاكك فتبقى قاسحة حبيبا غادي نخلي هاد زلافة هادي على جنب وهنا عندي هاد زلافة هادي غادي نحتاج مبيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ الحجن دي اللي عادي متوسط واحد الرشة دي اللي الملحة غادي نحتاج واحد كيس من السكر الفاني غادي نحتاج واحد الكاس اللاروتي السكر صيني ده وغادي نطلب هاد المكونات حتى كيبيض ليا الخالط هاد شكالاته غادي نضيف واحد نص كاس دي اللي عربة دي الزيت نباتية حتى هو كنطلب نسيان حتى كي يسجموا لي هاد او يندامجوا لي هاد المكونات ما كيبقاش ما كيبقاش معزول لي هاد الزيت في الجنب ويمكن يندامجوا المكونات من بعد غادي نضيف الخميرة والماء اللي وجدنا في اللول وانا كنخلط بالخلاط اليداوي هنا غادي نضيف في السميدة سميدة دائما كما كنقول في الفيديوات دي اللي يتكون نوعية جيدة تكون ديك السفرة باش نتحصلوا على واحد النتيجة كي تكون اكتر مضائعة هنا ضفت كاس دي السميدة دي اللي عندها دائما العبار بالكاس دي اللي عندها او ضفت جوج ساشية من الكاكاوي يكون نوعية جيدة انا كنخدم بعد نوعية دي اللي الشمعية وانا كنخلط بالخلاط اليداوي هنا غادي نضيف الكاس الثاني بالنسبة لها مهم كيسان يكونوا يكونوا عالية ما يكونوا شبون بي نضيف الكاس الثالث وغادي نضيف الجوج دي الخمارات من فئة 8 جرام مهم جيدة مهم جيدة مهم جيدة مهم جيدة وهنا عندي ربعة عادية لمعالق كبار دي الشوكولاتة افير ميسيل كان عندي فيلم مجميل حكا باش ما يدوب شدروري تكونوا ديرينو فيلم مجميل دبا مع الجو سخون قفي وكن حرك او كنخلط هاد الحرشي هاديرا ناجحة مية في المية من اول جريبة غاية تبعونا صائح والاسرار غادي تنجح نحن هاكم راماكين مسهل منها مهم انا غادي نغطي هاد البول هادا وغادي نخلي علاجه اه خليتها تقريبا واحد خمستاشر دقيقة مهم اللي دست خمستاشر دقيقة بالنسبة للخالات بالنسبة لي انا رجاني شوية خفيف شوية يعني السيح الحريشات ما غادي نشي يجيوني زبيني لان خليت هاد القاوم هادا وانا تعمت ان هاد المقطع هادا ما نقطعوش وبغيت نخلي نشاركو معاكم باش حتنتو ميلات تحتو في نفس الموشكين والخالات جاكم اه شوية خفيف اه غادي نزيدو شوية دي سميدة فقط غادي نزيدو حت شوية ترشوها كابل معانقة بالمعانقة وكتخدمو غيب الاصابع كي ما كنقول دائما حرشرة ما كتبلكش غيب الاصابع هاكا كتدخلو ديك سميدة حتى تحصلو على ذاك القاوم اللي بغيتون تومها يعني تقدرو تتحكمو فيه ولكن في نفس الوقت الحريشات راكي بغيو شوية يكونوا خفاف باش يجيون امشقين ويجيو هشاش اما يلقو وزيو اللي مسميدة تاني بساف كتاب من القياس ما غادي نشيتشقو لكم ولا غيجيو حت شقاق خيب وغادي نيجيو مدقسين المهم انا زاد شوية دي سميدة صافي وعاو تسديت عليهم خليتهم غيروا حد تقريبا خمسة دقايق حتى لعشرة دقايق هاكا صافي وغادي نبدا نعبار فيهم يعني مني تحصلت على ذاك القاوم اللي بغيتانا صافي وفي نفس الوقت كما كنت شوفو الخالط راح خفيف ضروري خس الخالط يكون شوية خفيف يلا بغيتو تحصلو على حريشات كما لديكم مشقين وهشاش كيدوبوا في الفم ولكن الخالط خفيف وتتحكمو فيه ماشي يكون سايح بزاك نتقدروش تتحكمو فيه ميما انا عبرتهم ما غليش نكتر عليكم هادرا راني عبرتهم كل حريشات درت فيها 80 غرام هاد العبارة هادا هو المعتمد عندي كنديرو في جميع الحريشات هكا فهاد النوع عدا من الحريشات كندير 80 غرام كيجيو كبارو كيجيو زوينين عبرتهم عبرت غير نص دير الخالط نص الاخر ما زال هناك عندي زلافة فيها الماكين ما كنت شوفو وعندي غير سميدة سميدة نيت اللي اللي ختمت بها هي فاش كنفند كندير ايدي ضروري في الماء المرة كيحمر لنا هاد الحريشات وكيساعدهم كيطيبو ضغياء كياخدوش معنا بالزفة دي الوقس مو يمكن كندير ايدي في الماء وكنشكل هكا الحريشة وضروري نمسحو يدينا باش نديرو خدمة غياء كنمسح يدي بالفوطة عاد باش كنفند في السميدة مو يمكن تسمننا الشرح يكون واضح ما نخرب اخكمش هنا غنعود معاكم واحدة اخرى كمشو مع اياه كندير ايدي ضروري في الماء كنه الزكايا الحريشة كنشكلها كويرا ومن بعد كنمسح يدي اعاد باش كنفندها هكا باش ما نخليش يدي فازكا باش مت ديك السميدة ما تلصقش ليه في يدي صافي وكندير في اللاطة اوفنا بس لوقت الفرران خاصوا يكون سخون على الاقل واحد العشرة ديال الدخاء الحريشات بحرهم بحر الخبز كيبغيوه الفرران يكون سخون مزيان صافي درتم هنية في اللاطة درسها بالكيمية ومن بعد درد كيمية اخرى دخلت اللاطة تحت العافية على وجه الحريشات طيب ديالهم في حاشك الغريبة العافية كتكون على وجه ديالهم النار من مهيلة الى متوسطة ما تديروش العافية مجاهدة بالصف حتى كتبان يبانوا لينا الحريشات راهم تشقوا صافي ووشدوا فروسهم عادة باش طلعتهم من فوق يكملوا الطياب العافية كتوليت تحت منهم الاحضغية كيتبوه ما كياخدوش بالصف ديال الوقت صافي من اللي كتبوه كنخرجوهم من اللي كنخرجوهم ما كنقيصوهم شوهم مسخان حيث فيهم الشوكولات كنخليهم حتى كيبردو تماما عاد باش كنستفوهم في الطبق التقديم وهذا هو وشك النهائي وكنتمنى على فيديو ديال يومينا الإعجابكم كنقول لكم على فيديو جديد